تعزيزا للشراكة ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص بهدف الاطلاع على الاضرار التي لحقت بالاقتصاد والواقع التجاري والصناعي جراء عدوان الاحتلال المستمر بحق محافظة طول كرم اطلع وزيراء الاقتصاد الوطني محمد العامور واصناعة عرفات عصفور على الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني واصناعات في طول كرم واستمعا لاحتياجات القطاعين وذلك خلال جولة بدأها الوزيران بلقاء محافظة طول كرم مصطفى تقاطق قبل عقد لقاء موسع مع عضاء ومتسبية غرفة التجارية ورجال الاعمال نحاول معا من اجل وضع حلول قدر الامكان حلول موضوعية مسؤولة ضمن الامكانيات المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص في كل المحافظات وخاصة في محافظة طول كرم التي نحن اليوم بصدد زيارتها وبالتشاركية المطلقة مع الفعاليات الممثلة القطاعات الاقتصادية في المحافظة ومنها الغرف التجارية وغيرها من المؤسسات التي تتعامل بالشأن الاقتصادي لقاء الوزيرين رعمور وعصور بمختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية في طول كرم شمل كذلك عرض تفاصيل ما تعرضت له طول كرم على مدى الأشهر الأخيرة من تدمير ممنهج للبنية التحتية وما لحقه من أضرار فادحة تكبدها القطاع الاقتصادي والتجارية وتقدر بملايين الدولارات خاصة في ظل فرض الاحتلال لسياسة الإغلاق والحصار عبر الحواجز العسكرية والسواترات ترابية كل وظيفة من هذه الوزرات نقوم بالحد الأقصى لتسهيل استمرار صمود وبقاء الناس على أرضهم سمعنا من التجار سمعنا مشاكلهم في بعض القضايا نوعد بالعمل عليها في اقتراحات موعد نطورها بشكل مشترك مع بعض وبالتأكيد وجودنا واستماعك وقربك من الناس هو جانب من الأساس أنه يعزن الثقة الما بين السلطة الفلسطينية الحكومة الفلسطينية مع موطنها احنا طلبنا من أخونا وزير الاتصاد ووزير الصناع على الوقوف عن مسؤولياتهم دعم تجارنا سمع حمومهم حل حلة مشاكلهم والوقوف إلى جانبهم من خلال برامج من خلال دعم للمحالة اللي اتضررت المحالة اللي انهدمت من الكبل الاحتلال الإسرائيلي ونتأمل أنه يكون هناك فعلا على أرض الواقع تنفيذ لهذه المطالب وحتى كمان طلبنا منهم يكون من خلالهم يعني مراسلة الدول المانحة المؤسسات المانحة لجلب أكبر مشاريع لمحافظة طول كريم الحراك الحكومي في مختلف الوزرات والمستمر عبر جولات الوزراء وغيرهم ما هو إلا لتنمس احتياجات مختلف القطاعات والعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا مع استمرار العدوان الإسرائيلية منذ أكثر من عشرة أشهر إيهاب ضمير التلفزيون فلسطين طول كرم